شكرا سمار البداية من الأخبار وتحديدا من مقالي محمد وهبي الذي كتب انطلاق ورشة التوقف عن السداد اعتبار من صباح اليوم تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معا ستبدأ الورشة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر الصناديق أشمور الذي يحمل 25% من سندات أذار بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقين آخرين في عام 2020 فضلا عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية يقول وهبي كان يفترض أن تطلق وزارة المال أمس استدراج عروض لتعيين المستشارين المالي والقانوني إلا أنه جرت أجيل هذه الخطوة إلى اليوم وعلمة الأخبار أنه ستتم دعوت من شركات للتنافس على تقديم المشهورة المالية للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين وهي روتشيلد، جوجنهايم، سيتيبانك، لازار، جي أس اي، جي بي مورغن، بي جي تي وموليس واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية وستكون مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها أو إعادة جدولة الديون لتسديدها على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها أو كليهما معا والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين والأكلاف المترتبة على كل سيناريو كذلك علم أن وزارة المال ستوجه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتبا واحدا لديه الخبرة في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطة الدولة في التفاوض استنادا إلى مجيبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبونز والاحتمالات التي ستواجه الدولة اللبنانية في حال تمكنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين للقيام بعمليات إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات تفاصيل أكثر كثيرة في الأخبار تحديدا في مقال محمد وهبي أيضا كتبت الأخبار شركات فرنسية وألمانية في بيروت من أجل الكهرباء تبلغت جهات رسمية لبنانية مواقف أولية من الحكومتين الفرنسية والألمانية تعرب عن اهتمامها بمشروع بناء معامل إنتاج كهرباء في لبنان وقال زوار مرجع رئاسي أن سفارتين الألمانية والفرنسية في بيروت أشارت إلى أن شركات في بلادهما مستعدة للدخول في مناقصة جديدة لتولي مشروع بناء معامل إنتاج الطاقة في لبنان كذلك العمل مع مؤسسة كهرباء لبنان على خطة العمل الأوسع التي تشمل شبكات النقل والتوزيع بحسب زوار المرجع فأن وزارة الطاقة بصدد إعداد نسخة منقحة من دفتر شروط يسمح للحكومتين الألمانية والفرنسية بعرضه على شركات معنية في باريس وبرلين بغية الوصول إلى تفاهمات أولية تقود إلى عقد اجتماعات سريعة في بيروت مع لجنة متخصصة سيقرر مجلس الوزراء تشكيلها لإدارة الملف وقد حضر إلى بيروت وفد من شركة سيمنز الألمانية والتقى وزير الطاقة للبحث في دفتر شروط الجديد فيما يتوقع أن يصل إلى بيروت خلال الساعات المقبلة وفد فرنسي يمثل الشركة المشتركة مع الجنرال ألكتريك الأمريكية للبحث في المشروع إلى الجمهورية وموشات الجمهورية كتبت الجمهورية نقلا عن مصدر نيابي أبلغها تواصل مع مراجع رئاسية خلال اليومين الماضيين يقول أنه استنتج من مشاوراته مع المسؤولين أن الاتجاه الغالب والمتقدم لدى الدولة هو نحو عدم دفع سندات اليوروبونز المستحقة في أدار المقبل مشيرا إلى أن البحث يتركز على سبل تحصين أي قرار يمكن أن يتخذ في هذا الصدد والتقليل من خسائره وتدعياته قدر الإمكان هذا المصدر اعتبر أن الكلام حول إمكانية الحجز على أملاك تخص الدولة اللبنانية إذا قررت الامتناع عن تسديد دفعة أذار من الدين ليس سوى تهويل وترهيب لا يستندان إلى حيثيات حقيقية أو وقائع صلبة لافتا إلى أن ملكية شركة الميدل إيست والذهب على سبيل المثال تعود إلى مصرف لبنان وليس إلى الدولة مباشرة وبالتالي فأن البنك المركزي يحظى باستقلالية تسمح بحماية الأملاك التي يزعم البعض أنها مهددة حول الموقف الأمريكي من الحكومة سألت الجمهورية سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة فقال تدل تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الحكومة الحالية فترة سماح ولا تضع فيتو عليها بل سيكون هناك انفتاح أمريكي واستعداد لمساعدتها في حال قدمت برنامجا اقتصاديا وإنقاذيا جيدا واتخذت الإجراءات والإصلاحات اللازمة السفير طبارة أضاف تتغاضى الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن مسألة أن الحكومة حكومة حزب الله لأنها لا تريد أن ينهار لبنان فهذا الانهيار ليس من مصلحتها لأنه يؤثر كثيرا على تدفق اللاجئين إلى أوروبا ويعطي مجالا لانتعاش داعش ويخدم حزب الله داخليا إلى اللواء والمشات التي كتبت فيها كاشفة اللواء معلومات أن عددا من المصارف اللبنانية باعت حصتها من سندات اليوروبوند إلى جهات ومؤسسات مالية خارجية قبل هبوط هذه الأسعار ما استدعى ردودا سياسية ومخاف من أن تكون هذه الخطوة جزءا من ضغوط المصارف على الدولة في عملية التفاوض لتسديد الديون الخارجية من أجل ذلك طلبت وزيرة العدل ماري كلود ناجم من النائب العام التمييزي غسان عويدات أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كتابا يطلب فيه منها الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوفرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الأعلام من أن بعض المصارف اللبنانية وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطا في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات كذلك طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي إجراء المقتضى اللازم مراسلة هيئة الرقب على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق أشمور ما يطرح تساؤلات يجب إضاحها لكن مصدرا مصرفيا أوضح أن المصارف هدفت من بيع حصتها من سندات اليوروبوند إلى التصدي لأزمة السيولة التي تواجهها وبالتالي بعت السندات بخسارة 50% من قيمتها مشيرا إلى أن الخطوة دليل على أرباح المصارف بفعل إرباك الوضع العام الناتج عن إرباك الحكومة إلى النهار التي أوردت معلومات كثيرة في صفحتها الأولى تحت عنوان طريق الفقر السريع 300 ألف عاطل عن العمل معلومات وأرقام كثير مؤسفة وبتخوف من يقرأ الأرقام يدرك حجم الفاجعة البطالة 40% قد تصل إلى 50% في أوسط الشباب مليون إلى مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر 785 مطعم ومقهى أقفلت ما بين أيلول 2019 وشباط 2020 25 ألف موظف صرفوا من المطاعم والفنادق 120 مؤسسة تقفل في صيدة محال المجوهرات رفعت بضاعتها من المجمعات التجارية إلى محال أكثر أماناً بعضها أعادها إلى شركتها الأم في الخارج عشرات المؤسسات المتعثرة تدفع نصف راتب أو أقل من ذلك كابيتال كونترول على الأموال مع إمكان اقتطاع أجزاء من الوداء هيركات عدد العاطلين عن العمل بلغ منذ بدء الأزمة 160 ألف شخص استناداً إلى دراسة لشركة إنفو برو ويتوقع أن يبلغ في السنة الجارية نحو 250 ألف إلى 300 ألف وتقول النهار نقلاً عن وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشاركو يومجون أن مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر عام 2020 إذا لم تولي الحكومة الجديدة شأن الاجتماعي أهمية فالوضع الاجتماعي في لبنان وصل إلى مرحلة هي الأكثر خطورة إذ لم يشهد هذا المستوى من الفقر من قبل وتخوف من الوصول إلى نسبة 50% الختام مع الشرق الأوسط ومقال محمد شقير محاولة حصر مسؤولية الأزمة بحاكم مصرف لبنان هروب إلى الأمام مقتطف من هذا المقال نقلاً عن مصدر سياسي مواكب لأسباب إصرار حكومة الرئيس حسان دياب على التريث في اتخاذ قرارها في شأن تسديد الدفع المقبلة من سندات اليوروبونت قال إن الاعتماد كلياً على ما تتبلغه الحكومة من بعثة صندوق النقد الدولي التي تصل غداً إلى بيروت في غير محله لأنها ليست صاحبة الشأن في أن تقول كلمة الفصل لجهة سداد السندات أو عدم سدادها المصدر ذكر أن مهمة بعثة صندوق النقد محصورة في تقديم استشارة تقنية للحكومة تبين فيها السيئات والإيجابيات المترتبة على القرار الذي ستتخذه لجهة سداد السندات في موعدها أو عدم سدادها المصدر أكد أنه من غير الجائز أن تتعامل الحكومة مع وصول بعثة الصندوق إلى بيروت على أنها تحمل معها الحل إخراجها من حالة الارتباك التي ما زالت تتخبط فيها على خلفية وجود رأيين واعتبر هذا المصدر في الإطار السياسي أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان لن تؤدي إلى تزويد الحكومة بجرعة من فائد القوة توظفها للتغلب على الأزمات الاقتصادية والمالية لجهة التخفيث من تفاقمها وقال أن توقيت الزيارة ليس في محله خصوصا أنها شكلت أول زيارة لمسؤول خارجي بعد ولادة الحكومة وسأل المصدر عن الجهة الرسمية التي وجهت إليه الدعوة وقال هل يعقى لا يأتي إلى بيروت بقرار ذاتي ويوجه من خلالها رسائل يعلن فيها استعداد إيران لمساعدة لبنان اقتصاديا مع أن قدراتها محدودة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بهذا نأتي إلى ختم جولاتنا على الصحف فاصل أعلاني نتابع بعده الحدث مع سمر